شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وعمليات قسف في مناطق مختلفة من قطاع غزة لا سيما أو في وسط القطاع حيث استشهد سبعة فلسطينين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة واستهدفت طائرة الاحتلال بصاروخين منزلا في منطقة شارع النفق بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد سبعة أشخاص بينهم امرأة وطفن اشتركوا في القناة